موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا حدود أود في البداية أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى ملايين المشاهدين الذين اهتموا بالسؤال عني ولا زالوا يتصلون من أنحاء العالم ومن كل الأعمار وذلك بعد الاعتداء الجبان الذي وقع علي أمام مكتب قناة الجزيرة في القاهرة يوم الأربعاء الماضي وأود أن أشكر الجميع وأطمئنهم أني والحمد لله بخير وأن مثل هذه الاعتداءات لن تزيدنا إلا تصميما على الاستمرار في تبني الحقيقة وتقديمها إلى المشاهدين من خلال برامجنا وأخبارنا في الجزيرة أما موضوع حلقة اليوم فقبل ثلاث سنوات من الآن تولى حزب العدالة والتنمية السلطة في تركيا وتحديدا في الثالث من نوفمبر عام 2002 وخلال ثلاث سنوات فقط تغير وجه تركيا في كافة الجوانب فيما وصف من قبل المراقبين بأنه الثورة الثانية بعد ثورة أتاتورك وفي حلقة اليوم نحاور زعيم هذه الثورة الثانية في تركيا وقائدها رجب الطيب أردغان رئيس الوزراء التركي وزعيم حزب العدالة والتنمية ولد رجب الطيب أردغان في السادس والعشرين من فبراير عام 1954 في أحد الأحياء الشعبية في مدينة اسطنبول تخرج من ثانوية الأئمة والخطباء وكلية علوم الاقتصاد والتجارة في جامعة مرمرة انتسب لحزب السلامة الوطني الذي كان يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نجم الدين أربكان وفي العام 76 تولى منصب رئيس الحزب في اسطنبول وكان من المقربين إلى أربكان حتى فرض الحظر على أربكان بعد الانقلاب العسكري عام 1980 أسس أربكان بعد ذلك حزب الرفاه وتولى أردغان رئيس حزب الرفاه في اسطنبول وشارك في الانتخابات البلدية عام 1994 ونجح وأصبح عمدة اسطنبول وتمكن خلال فترة وجيزة من تحقيق إنجازات كبيرة في المدينة أسس بعد ذلك مع عبدالجول حزب العدالة والتنمية بعد خلاف مع أستاذهم أربكان وفي الانتخابات البرلمانية الماضية تمكن الحزب من الحصول على الأغلبية التي مكنته من حكم تركيا وفي هذه الحلقة نحاول فهم أبعاد الثورة الصامتة أو الثورة الجديدة التي يقودها أردغان في تركيا سعدة رئيس الوزراء مرحبا بك شكرا كان لقاء السابق معك حينما كنت عمدة اسطنبول أجريت معك حوارا قبل عشر سنوات وفي آخره قلت لك أتمنى أن أجري حواري القادم وأنت رئيسا للوزراء وهنا بعد عشر سنوات أجري معك حوارا بعدما أصبحت رئيسا للوزراء تشكرا ديورم صاحب أود في البداية أن أسألك عن هذه الأيام تصادف ذكرى مرور ثلاث سنوات على تولي حزب العدالة والتنمية لمقاليد الحكم في تركيا هل تعتقد أن الحزب سيكمل ولايته حتى العام 2007 بسلام في ظل أنه منذ العام 1983 وحتى اليوم لم يستكمل أي برلمان ولايته كاملة في تركيا منذ انتخابات الثالث من نوفمبر 2002 وحتى الآن أكملنا ثلاث سنوات وكانت هذه الفترة جيدة جدا وقمنا فيها بواجبنا وأمامنا الآن سنتان لإكمال فترة خمس سنوات التي انتخبنا الشعب لنقوم بوظيفتنا خلالها ولدينا العزم والقدرة على مواصلة القيام بهذه الوظيفة دون أي تنازلات للأسف في الماضي لم تستطع الحكومات السابقة إتمام فترات حكمها لأن معظمها كانت حكومات ائتلافية والقليل منها حكمت بمفردها ولا أدري ما السبب بالضبط لعدم نجاحها لكن الآن توجد حكومة العدالة والتنمية التي تشكل أغلبية تفوق الستين في المئة في البرلمان وتحكم بمفردها ومسار تركيا بفضلها جيد جدا لقد أصبحت تركيا بلد الثقة والاستقرار وإجراء انتخابات مبكرة أو السماح بإجرائها في تركيا التي تعيش الاستقرار والثقة حاليا يعتبر إهانة لهذا الوطن بالنسبة لنا نحن غير القلقين من الوضع فنحن نجري استطلاعات للرأي العام شهريا وهي تشير إلى وضع ممتاز لنا ولا يمكن المقارنة بين وضعنا ووضع المعارضة في نظر الشعب ما هي المقاومات التي تملكونها والتي تجعلكم موثقون من تحقيق ما فشلت الحكومات التركية في القيام به منذ العام 83 وحتى الآن لقد تولينا مقارد الحكم كحكومة تتحلى بالحماس والعزم وكنا نعرف مشاكل التركية وقضاياها وتعاملنا معها بحزم وأهم هذه الأمور البطالة والفقر والفساد وعلاقات تركيا بالبلدان الأخرى ومسيرة انضمامها لإتحاد الأوروبي نحن قمنا بخطوات هامة جدا في معظم هذه القضايا ما هي أهم هذه الخطوات نجحنا في مسيرة الاتحاد الأوروبي أي نجحنا في مرحلة السابع عشر من ديسمبر ومن ثم حققنا النجاح في مرحلة الثالث من أكتوبر أما الآن فوصلنا مرحلة التمشيط والمفاوضات والتي تسمى شراكة الانضمام للاتحاد وحول هذه الشراكة يواصل الزملاء القيامة بأعمال موفقة جدا ونحن نؤمن بأننا وبشكل تضامني مع مؤسساتنا سنحقق النجاح بالشكل المثالي وسنتبوأ مكانتنا داخل عائلة الاتحاد الأوروبي هل يمكن أن تقولي بالأرقام والإحصاءات القريبة كيف تسلمت تركيا قبل ثلاث سنوات على الصعيد الاقتصادي على الصعيد السياسي على الصعيد الاجتماعي أشكركم جدا فإن هذه ستكون فرصة جيدة لي أمام كل مشاهدين في قطر والملدان الأخرى لبيان حقيقة الوضع عندما تولينا مقاليد الحكم كانت نسبة التضخم في تركيا أربعا وثلاثين في المئة ولكن خلال فترة ثلاث سنوات الأخيرة انخفضت هذه النسبة إلى ما دون ثمان في المئة وآخر نسبة هي سبع واثنان وخمسين بالمئة كيف تمكنت من تحقيق هذا تحديدا فيما يتعلق بالتضخم؟ في هذا الموضوع توجد علاقة مع معدل الفائدة وعدم التراجع أبدا عن البرنامج الاقتصادي المطبق والالتزام بالنظام المالي وهي أمور تصرفنا بحساسية كبيرة فيها مثلا عندما تولينا الحكم كانت معدلات الفائدة عالية جدا نسبة الفائدة الإسمية كانت سبعين في المئة أما الآن فانخفضت إلى أربع عشرة في المئة والفائدة السوقية كانت في حدود أربع وثلاثين في المئة خمسة وثلاثين في المئة أما الآن فأصبحت تتراوح ما بين ثمان وتسع وسبع في المئة وهذا جعل نسبة النمو الاقتصادي في تركيا تصل إلى ثمان في المئة في السنوات الثلاث الأخيرة وهذا جلب الاستقرار وإلى جانب ذلك هدفنا لهذا العام الوصول إلى نسبة خمس في المئة وسنحققه أيضا بنفس الشكل أما حجم الديون فقد كان واحدا وتسعين في المئة أما الآن فقد انخفض إلى ما شكله نسبة ثلاث وستين فاصل أربعة في المئة فقط من الناتج القومي الإجمالي وصادراتنا وصلت إلى مستوى تفوق فيه الاثنين وسبعين مليار دولار وأصبح حجم تجارتنا الخارجية في حدود مائة وتسعين مائة وخمسة وتسعين مليار دولار وفي السياحة حققنا انطلاقات هائلة فقد كان عدد السياح الذين يفيدون إلى تركيا عند تولينا الحكم حوالي تسع ملايين سائح أما الآن فقد فاق عدد السياح القادمين إلى تركيا العشرين مليون سائح سنويا وباتت القدرة الاستيعابية للأسرة السياحية عاجزة عن تلبية الحاجة وأصبحت تركيا دولة معروفة باستقرارها وموثوقا بها عالميا وفي مجال الخصخصة حققنا نجاح الأكبر في السنوات العشر الأخيرة وكل ذلك كان له إسهام إيجابي وهام في انخفاض معدل التضخم وزيادة معدل النمو في تركيا وفي نفس الوقت دخلت تركيا في استثمارات جادة سواء في البنى التحتية أو الفوقية في التعليم والصحة والمواصلات والإسكان الجماعي حيث بلغ عدد المساكن الجاهزة التي شرعنا في بنائها منذ ثلاث سنوات وحتى نهاية هذا العام 150 ألف مسكن وسيكون عدد المساكن المسلمة فعليا لمستحقها حتى نهاية العام 56 ألف مسكن وحققنا ذلك عن طريق مؤسسة تابعة لرئاسة الوزراء تمكن المواطنة من الحصول على مسكن مناسب بدفع ثمانه على أقصاط شهرية بدون فوائد تتراوح مدتها ما بين 10-15-20 سنة وهذه الإنجازات أدت إلى انتعاش جاد في السوق أما أسعار العقارات التركية فقد شهدت ارتفاعا كبيرا ومع ذلك نحن نبيعها بسعر رخيص عن طريق إدارة الإسكان الجماعي هل يمكن أن توجز لي كيف استطعت ما هي الاستراتيجية التي نهجتها لتحقيق هذه النجاحات خلال هذه السلوات السلام هنا أؤمن بأمور ثلاثة أولها إدارة الإنسان ثانيها إدارة المعلومات وثالثها إدارة الأموال عند نجاحكم في هذه الأمور الثلاثة فإنكم ستحققون نتائج هائلة ونحن الآن في الطريق إلى تحقيق ذلك وعندما نحققه بالكامل سيرتفع معدل نجاحنا أكثر هذا هو الحدث من بين الأشياء التي ذكرتها أنك قلصت الدين لكن التقارير تشير إلى أن الدين تركيا الخارجي يقدر بحوالي 180 مليار دولار من المتسبب في هذا الدين وكيف ستعالج هذه المعضلة ليس من المهم حجم الدين المهم نسبة هذا الدين في الناتج القومي الإجمالي فالدولة الأكثر مديونية في العالم حاليا هي أمريكا وإذا سألنا عن دولة أخرى تكون أكثر مديونية في العالم فهي اليابان ولكن لا ننظر إلى حجم هذا الدين ونخدع أنفسنا فنحن سننظر إلى نسبة هذا الدين في الناتج القومي الإجمالي وحتى في معايير مأسر يخت لدى الاتحاد الأوروبي فإن المهم هو النسبة وليس الحجم فإذا كانت نسبة الدين أقل من 60% من الناتج القومي عندها يكون الوضع جيدا ولكن إذا كانت النسبة تفوق 60% فإن حجم الديون لديكم ليس على ما يرام ونحن استلمنا الاقتصاد ونسبة الديون فيه 91% أما الآن فهذه النسبة انخفضت إلى 63% وهذا يعني أننا في طريق جيد ويعني أيضا أننا قد ننخفض إلى ما دونها حتى نهاية العام ما هي استراتيجياتك في علاج قضية الفقر في تركيا وأنت قلت أنها كانت من الأشياء الأساسية التي سعيت لعلاجها دولتنا قبل كل شيء هي دولة اجتماعية نحن نخلق مجالات للعمل مثلا في هذا العام فقط وحتى نهاية الشهر يونيو الماضي مكننا 524 ألف مواطن يرغبون في ممارسة عمل من تحقيق رغبتهم هذه وهذا تطور عندما تولينا مقاليد الحكم كان معدل البطالة 11.7% أما الآن فقد انخفض هذا المعدل إلى 9.7% وهذا ليس انخفاضا كبيرا ولكنه تطور إيجابي والسبب الوحيد للخطوات التي قمنا بها في قطاع الانشاءات هو زيادة فرص العمل وخفض معدل البطالة وخفض البطالة سيقلل الفقر بالضرورة وإلى جانب ذلك شجعنا آليات التضامن الاجتماعي مثلا أحدى وزارات الدولة حاليا تشرف على صندوق التضامن والتعاون الاجتماعي ومن هنا نقدم المساعدة لمواطنين الفقراء والمعوزين ويتم دفع أجرة شهرية لهم وإعطاؤهم الفحم وتقديم المنح للطلبة وتقديم قروض كمساعدات وتوزيع الكتب مجانا على طلبة مراحل التعليم الإلزامي ويتم تقديم مساعدات كبيرة للمستشفيات ودعمنا قوي في مجال الضمان الاجتماعي ونقوم بتوزيع البطاقات الخضراء على مثل هؤلاء الفقراء وحاليا وزعنا حوالي عشرة ملايين بطاقة خضراء ومواطنون من ذوي البطاقات الخضراء يحصلون على خدمات مجانية من المستشفيات ولديهم إمكانية الحصول على الأدوية بدفع نسبة 20% فقط من ثمنها النقطة هنا كيف استطعت أن توفر الأموال من أجل دعم هؤلاء من أي بنود الميزانية من الميزانية مباشرة من الميزانية نخصص لهم المدفوعات اقتطعتها من أي جوانب الميزانية وكانت الدولة تعيش معاناة اقتصادية قبل أن تتولى السلطة هناك بنود في ميزانية دولتنا تخصص المساعدات كما تخصص مدفوعات الاستثمار فهناك حكم يأمر دولة القانون الديمقراطية العلمانية الاجتماعية في تركيا باستقطاع مخصصات لمساعدات المواطنين ولا يوجد أي عائق قانوني يمنع ذلك سبق أن وصفت سنوات العدالة والتنمية الثلاث بأنها بمثابة ثورة صامتة اشتاحت الأناضول نظفته من صورته المعتمة ما هي معالم هذه الثورة؟ وماذا كان الوجه المعتم للأناضول؟ وما هو الوجه المضيء الآن؟ علي أن أشرح ذلك من خلال عدة عنوين أولها التعليم ثانيها الصحة وثالثها العدالة ورابعها الأمن والمواصلات والإسكان الجماعي والزراعة في التعليم نفذنا خطوة غير مسبوقة فقد أنشأنا ستين ألف قاعة دراسية في مختلف أرجاء تركيا هذا لم يحدث في تاريخ الجمهورية هذا خلال ثلاث سنوات فقط؟ نعم خلال ثلاث سنوات وحتى نهاية هذا العام لن تبقى أي مدرسة غير موصولة بشبكة الإنترنت في تركيا وكذلك نقوم بفتح قاعات دراسية خاصة بتقنيات المعلومات والاتصالات في كافة مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط وحتى نهاية العام وعلى الأكثر في الربع الأول لعام 2006 سنفتتح هذه القاعات الدراسية الخاصة بتقنيات المعلومات والاتصالات وهذا يعني تزويدها بـ 320 ألف جهاز كمبيوتر وكل الطلبة المتخرجين من هذه المدارس سيكون لديهم القدرة على استخدام الكمبيوتر بشكل جيد وخطوة أخرى في التعليم أيضا أننا بدأنا حملة تسمى هيا يا فتيات إلى المدرسة لأن نحو 700 ألف فتاة لم تلتحق بالمدارس في تركيا وتشجيعا لهذه الحملة نقوم بتقديم مساعدات مالية للفتيات وعائلاتهن ولكن ندفع للفتيات أكثر من الأولاد ولن ندفع المال للطفل مباشرة بل نفتح حسابا باسم الأم في أحد البنوك ونودعها هناك والأم أكثر عطفا على الطفل الأب عطوف أيضا ولكن ليس مثل الأم ولهذا كلفنا الأم بسحب هذا المال من البنك وأنفاقه على تعليم الأطفال وكل ذلك لتسهم الأم في تشجيع الفتيات على الالتحاق بالمدارس ونواصل تطبيق هذا الأمر ومن ناحية أخرى نقدم منحا مالية للطالبة الجامعيين أيضا ولا يوجد أي طالب جامعي لا يستطيع الحصول على ملحة مالية للدراسة في تركيا فكل طالب يتقدم إلينا يحصل على هذه المساعدة كما أننا أيضا نقدم الكتب الدراسية مجانا وعندما تولينا الحكم كان هناك نقص كبير في المعلمين ولكننا سددنا العجز بدرجة كبيرة وإن بقي نقص قليل لغاية الآن نسعى لمعالجته حاليا وإلى حين مجيئنا للحكم كانت ميزانية التعليم من أقل ميزانية الدولة أما الآن فهي أول بند في ميزانية الدولة وأصبحت مخصصات التعليم هي الأكبر في الميزانية أنا أتمنى أن يكون لدي الوقت لتشرح التجربة بالكامل وأتمنى أن تتاح بعد ذلك ولكن وقت محدود ووقت البرنامج وأنا أيضا كذلك فأرجو أن تمر علي بعناوين على باقي الجوانب الأخرى لا لا تفضل أنا أريد هذه التجربة أن يعرفها العالم بالعكس إذن أقول شيئا مختصرا في الصحة أيضا تتطور تركيا بشكل تام نريد أن نوصل خدمات الصحة إلى المواطن وفي العدالة كانت قصور العدل لدينا بالية فأخذنا نطور إمكانياتها المادية ماذا فعلت بشأن القضاء واستقلاله؟ في عهدنا نفذنا النواحي والإمكانات المادية الخاصة بالقضاء من أجل تشجيع وزيادة استقلالية أكثر قمنا بخطوات ممتازة في مجال الحقوق الشخصية ونقوم بتنفيذ نفس الخطوات في أجهزة الأمن ولكن الأمور التي كان لها التأثير الأكبر في ثورتنا الصامتة كانت تغيير معايير كوبنهاج السياسية بشكل يتناسب مع مسيرة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وهي حرية الفكر وحرية التنظيم وحرية الدين والوجدان والضمير وحرية المبادرة ثم سنواصل تحقيق كل هذه خلال المرحلة المذكورة ومع ذلك لدينا نواقص سنقوم بتلافيها فنحن نقوم بتغيير عقلية وهذا أمر ليس سهلا ما أهم النواقص التي تريد أن تزلها خلال الفترة القادمة؟ ما هي أهم هذه النواقص التي تريد أن تزلها خلال الفترة القادمة؟ هناك الكثير من المواضيع التي تجب تسويتها في إطار الأمور التي ذكرتها وليس من الصواب تحديد نقاط ملموسة فالنواقص ستظهر تباعا أمامنا خلال مرحلة التمشيط والتفاوض مع الاتحاد الأوروبي وعندها سنقوم بتسويتها سواء في الفكر وفي حرية التنظيم وحرية الدين والضمير أو في حرية المبادرة وهذه أمور تظهر وستظهر مع التقدم هل استكملت ثورتك الصامتة أم لازال أمامك وقت وحاجة لاستكمالها؟ ليس بعد ولا زالت مستمرة فنحن طورنا قوانين الانسجام ودخلنا مرحلة التطبيق ومرحلة التطبيق تعني تغيير في العقلية والأمر ليس سهلا هناك تقاليد راسخة لا يمكن تغييرها بشكل فوري مثلا التقاليد الراسخة من أعماق التاريخ لدى الشعب القطري لا يمكن تغييرها بمجرد الرغبة وفورا ولا يمكن التغيير إلا مع الزمن وبشكل لا يخلو من السلاسة ودون لجول العنف أو التسبب في أي اضطرابات اجتماعية وهنا حضارتنا تقدم لنا أمثلة جميلة على ذلك ومن بينها مثال الاستمرارية مع القيام بالتحليل الاجتماعي والنفس للتغيير وبشكل جيد ما هي مرجعياتك في تكوين هذه الثورة؟ كل الثورات لها مرجعيات ما هي المرجعية التي استمددت منها هذا التطور في إعادة بناء الإنسان التركي؟ هناك قيم لنا قادمة من روح حضارتنا وهذه القيم تشكل قوة وقدرة لنا وبفضل الإلهام الذي استمديناه من هذه القيم استطعنا الوصول إلى الحكم في تركيا في وقت قصير لا يزيد على ستة عشر شهرا ولأن مقولاتنا توافقت مع إرادة الشعب ولقيت الرضا نحن مارسنا السياسة من قبل ولكننا الآن لا نتفق مع السياسة التي مارسناها سابقا لأن التقديم كان مهما جدا فإذا لم يكن تقديمكم بلغة يفهمها الشعب فلن تحقق شيئا ونحن قدمنا السياسة الآن باللغة التي يفهمها شعبنا ولذلك أوكلنا الشعب بتولي الحكم ومن الآن لن نسمح للفساد وسهل الاستعمال ولن نأكل حق اليتين لن نسمح بأكله وعلينا أن نكون حماة للفقراء وأن ننهض بالوطن بأكمله لا بقطاعات معينة منه وبقدر ما تقضون على الفوارق بين الناس فإن الشعب سيؤيدكم ويبقيكم في الحكم وأنا أقول دوما إننا لسنا دائمين في هذه المراكز فنحن اليوم موجودون ولكن قد لا نكون غدا ولا أحد يسعى للبقاء في أي مركز فعلينا أن لا ننسى أننا فانين قبل كل شيء تكلمت عن الفساد وملف الفساد هو أحد أكبر الملفات التي تعهدت بعلاجها وكان مسعود يلمز هو أول رئيس وزراء تركي في العصر الحديث يحاكم بتهمة الفساد وقلت أنك ستحاكم كل المفسدين الذين نهبوا أكثر من خمسين مليار دولار من أموال الشعب التركي من على القائمة بعد مسعود يلمز لا يمكن أن نقول الذين نهوا لأنه عندها سنضع أنفسنا مكان القضاء نحن فقط قيمنا هذه الإدعاءات كجهاز تشريعي وأوصلنا هذه الإدعاءات إلى الجهاز القضائي ومقام الإدعاء حاليا هو النيابة والأمر انتقل إليها والنيابة والقضاء يواصلان هذه المسيرة وفي حال إثبات التهمة في نهاية هذه المسيرة عندها يحق لنا الكلام وإذا لم تثبت التهمة لا أستطيع القول أبدا أن رئيس الوزراء الذي سبقني ارتكب جريمة أو قام بالفساد نحن فقط قمنا بدراسة الملفات التي لدينا وشكلنا لجان تحقيق قامت بعملها وانتهت منه وحولت الأمر للقضاء لكن ما هي استراتيجياتك في الحرب على الفساد في تركيا؟ هناك انطباع بشأن لدى الشعب مترسخ منذ أن كنت رئيسا لبلدية إسطنبول وهو إطلاق الحرية لآليات العدالة لكي تعمل بشكل مريح ودون ممارسة الضغط عليها وتشغيل الآليات الأمنية بشكل جيد ونحن كجهاز تشريعي نشغل كل لجان التحقيق بشكل مستقل ودون أي نوع من التفرقة وتصرفنا بشكل مريح في هذه المواضيع ونتيجة لذلك ازدادت الثقة الموجودة أصلا ونحن نسير بهذه الثقة حاليا ويترسق هذا الموقف كلما ألقينا القبض على المفسدين وسلمناهم للعدالة وفي عهدنا أيضاً لم تتم إحالة أي من البنوك إلى صندوق الإفلاس أي لم يتم إغلاق أي منها بسبب الفساد أما في المرحلة التي قبلنا فقد تم إغلاق 22 بنكاً بسبب الفساد والغريب أنهم كانوا يفتتحون بنوكاً جديدة باستمرار لأنهم كانوا يجمعون أموال الناس في هذه البنوك ويختلسونها لاحقاً وفي عهدنا انتهى هذا الوضع لأنه ليس من الممكن لأي كان فتح بنك كما يريد إذ زدنا صعوبة فتح البنوك والضمانات اللازمة لها ووضعنا البنوك القائمة حالياً تحت رقابة صارمة وعزلنا رئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية السابق والفريق القائم على الهيئة حالياً يقوم بالتنظيم والرقابة بشكل جيد جداً وكانت نتيجة ذلك أن أصبحت البنوك العامة وبنوك القطاع الخاص تحقق الأرباح أما في السابق فكانت معظم البنوك تظهر وكأنها خاسرة هذا الأمر انتهى ولذلك كان له ردود فعل إيجابية جداً لدى الشعب وبطبيعة الحال ازدياد هذه الموارد يؤدي إلى زيادة الاستثمارات ففي السابق كانت الاستثمارات قد انتهت لعدم وجود الموارد كان هناك فساد كبير في دفع الفوائد هل تعرفون حجم ما كسبته تركيا بفضل انتهاء الفساد في مجال الفوائد؟ حوالي 70 مليار دولار خلال ثلاث سنين؟ نعم والسبب ذلك أن انخفاض نقطة واحدة في معدل الفائدة يكسب تركيا ما بين مليار ومليار ومئتين وخمسين مليون دولار نحن حققنا ذلك فقد خفضنا معدل الفائدة بنسبة 56 نقطة من 70 إلى 14% وعند حساب ذلك نجد أن مكسب تركيا يصل إلى حوالي 90 مليار دولار وهذا في مجال الفائدة فقط لكن خصومك السياسيين يقولون أنك لم تستطع القضاء على الفساد بل إن هناك في حكومتك لازالت ممارسة الفساد قائمة لا توجد أي دولة في العالم انتهى فيها الفساد 100% قد تحصل أمور كبيرة وصغيرة ومن الأكيد حصول بعض الأحداث ولكن بنسب بسيطة ونحن نقول لمن يحاول اتهام حكومتنا أثبت ذلك قدموا ما لديكم من أدلة ووثائق ولا يمكن القول بحدوث فساد دون وجود دليل أو وثائق تثبته ونحن مرتاحون من هذه الناحية فلدينا مقولة تقول ليس لدينا شبهة في وضوئنا لكي نشتبه في صلاتنا هذا هو الفرق عليهم الإثبات وإلا فلا ومقولة أخرى تقول يتوجب على المدعي إثبات الدعائه وإذا لم يستطع الإثبات فإن هذا يعود عليه قصومك السياسيين أيضا يتهمونك بأنك تبيع تركيا للمستثمرين الغربيين والعرب والإسرائيليين أنا لا أبيع بل أسوق وسأواصل التسويق هؤلاء جهلاء في الموضوع ولا يعرفون معنى التسويق نقول لهم تعلموا وادرسوا الإدارة يتم تسويق السياسة والحياة الاجتماعية والاقتصاد عليكم القيام بذلك لا أحد منهم يعرف معنى التسويق يعتقدون أن التسويق يعني تسويق الماشية والأغنام فقط الصحيح أن السياسة تسوق والحياة الاجتماعية تسوق وبالإمكان تسويق إمكانيات البلد بأفضل شكل وتسويق اسم بلدكم في الأسواق العالمية بأفضل أسلوب وتعرفون به يقولون أنك تمنح الإسرائيليين بوجه خاص امتيازات أكبر ومنهم المستثمر سامي عوفر الذي أنكرت علاقتك به ثم فضحها الإعلام بعد ذلك لا لا يوجد شيء من هذا القبيل ويبدو أن هذا الأمر انعكس بشكل خاطئ هنا أيضا نحن لا نوافق على أي عمل إلا بوجود مصالح مشتركة على الأقل ولا ندخل أبدا في عمل لا مصلحة لنا فيه ولا شك أنه من حق أي مستثمر أجنبي ينوي الاستثمار في بلدي أن يحسب مصلحته جيدا وهذا حقه الطبيعي وعوفر تقدم بعرض في العطاء كغيره وفاز بالعطاء لأنه قدم أفضل العروض هذا هو كل ما في الأمر أما يشكل دخول الإسرائيليين بقوة إلى السوق الطرقي مخاطر اقتصادية عليكم لا نخشى شيئا فإذا كنتم بلدا قويا ولا مشاكل لديكم فلماذا تخشون مثل هذا الأمر بالعكس إنهم يضفون القوة على اقتصادنا ما طبيعة علاقتك بالإسرائيلين نحن الآن لدينا تعاون وعلاقات عسكرية واقتصادية وسياسية وتجارية وحجم تبادلنا التجاري معهم حاليا يبلغ نحو خمسة مليارات دولار في مايو الماضي وزير الخارجية الإسرائيلي إسحاق شلوم قال إن تركيا تلعب دور الوسيط بين إسرائيل والدول العربية والإسلامية بعد ذلك رتبتم لقاء مع وزير الخارجية الباكستاني والإسرائيلي في تركيا هل تقومون حقا بدور الوسيط أو العراب ما بين العرب والإسرائيليين إذا كلفنا بمثل هذه المهمة نقوم بها بكل حماس وإذا كانت هناك حاجة فلماذا لا نلبيها فمهمة كل دولة ليست تشجيع العداوات وزيادتها في العالم بل زيادة الصداقات والنجاح في ذلك يكون أكثر فائدة والآن يتواصل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ سنوات طويلة هل تم التوصل إلى شيء؟ لكنك سبق اسمح لي سبق وأن وصفت إسرائيل بأنها دولة تمارس الإرهاب حينما اغتالت الشيق أحمد ياسين ولزالت تمارس ضد الفلسطينيين شيئا من هذا إلى اليوم أنا سياسي أؤيد دائما قول الحقيقة وأنا آنذاك قيمت حدثا وكان مظهر ذلك الحدث كما وصفته وإذا تكرر غدا فسأقيمه بنفس الشكل لأن هناك ثلاث أنواع للإرهاب أولا النوع الفردي والنوع المؤسساتي والنوع المتعلق بالدولة وللأسف نحن في العالم الآن نعيش هذه الأنواع الثلاثة من الإرهاب نحن نقول لنتخلص من ذلك فإذا حوصر طفل صغير وأبوه في زاوية وهاجمته دبابات الدولة فيكون هذا هو تعريفه وهذا ما حددته في ذلك الوقت ما تقييمك لما تقوم بإسرائيل الآن ضد الفلسطينيين؟ أنا الآن أعتبر عملية الانسحاب من غزة خطوة إيجابية مهما كان الهدف الذي خلفها وهي خطوة إيجابية باتجاه تطبيق خارطة الطريق وأعتبر الانسحاب من جزء من الضفة الغربية خطوة إيجابية ويجب دعم ذلك لكن الممارسات الإسرائيلية لم تتوقف من الجانب الفلسطيني يجب القيام بخطوات مماثلة أيضا لكي نصل إلى نتيجة في أخرب وقت وإلا فإن هذا الوضع سيستمر ولا تحصلون على نتيجة وترون الدموع والدم والموت يوميا هل سيتواصل الوضع بهذا الشكل؟ أعتقد أنه لا يمكن الوصول إلى أي شيء عن طريق الحديث من بعيد هل تتطلع إلى دور استراتيجي تلعبه تركيا في المنطقة بمثابة دور الأخ الكبير مثلا الآن أنت تقوم بجولة في الدول الخليجية قمت بزيارة لباكستان هل تخطط لدور استراتيجي أكبر؟ نحن أعددنا أنفسنا لهذا الدور منذ فترة ونتيجة استعدادنا لذلك تولينا دورا في مشروع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الكبير ونقوم بدور الرئاسة الموازية بين إيطاليا وتركيا واليمن هل هذا الدور نابع من تركيا أم نابع بترتيب مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل؟ لا هذا لا يختصر على أمريكا فقط فإلى جانب ثماني دول مختلفة هي مجموعة الدول الثمانية تمت دعوة تركيا كدولة شريكة وهكذا اشتركت لكن هذا المشروع مات مشروع الدول الثمانية يعتبر مات لم يتحرك منذ مدة طويلة هذا المشروع لم يمت بين هذه الدول ولم ينتهي وهذه الدول لازالت مستمرة في تحركاتها المتبادلة بشكل جيد نحن الذين نقول ذلك لا داعي لخداع أنفسنا فهذه الدول تسير العلاقات فيما بينها بأفضل شكل بالنسبة لها أما نحن فنتعب أفواهنا ولا داعي لذلك لننظر إلى أنفسنا وما نحصل عليه هل حصلنا على شيء أم لا العالم الإسلامي يخدع نفسه دائما ومنذ سنوات في هذه النقطة لنرى أولا إلى أين وصلنا عند النظر إلى مشروع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الكبير نتساءل عن هدفنا ما هو مستوى رفاهيتنا هل لازلنا مشغلين بالصراعات والحروب ما هو الوضع في العراق وفي إسرائيل وما هو في سوريا وفي مقابل ذلك أتساءل هل لديكم كعالم عربي وعالم إسلامي تسوية للمشاكل القائمة لا توجد تسوية علينا أولا أن نتحدث عن كيفية إيجاد تسوية لا يمكن الوصول إلى أي نتيجة عن طريق الهروب من طاولة المفاوضات حتى لو كان الحل هو التبعية المطلقة لإسرائيل وأمريكا ماذا تقصدون بالتبعية؟ هل لا تستطيعون الحديث عن الحقائق وشرحها؟ هنا المسألة إذا كنت أنا قادرا على فعل ما أؤمن به وعلى قول الحقائق التي أؤمن بها عندها أواصل السير في طريقي وإذا كنت أؤمن بأنني سأحصل على نتيجة فيها الخير لي من مثل هذا المشروع عندها سأقوم بما يجب من خطوات وألعب هذا الدور نحن الآن كتركيا نؤمن بفائدة مثل هذا المشروع ومن هذا المنطلق نعتقد أننا قمنا بالمهام المطلوبة منها ولا نشعر بحرج من ذلك فقد قمنا ببعض الخطوات وقطعنا شوطا أريد أن أقول لكم شيئا انسحبوا من غزة فماذا لو لم ينسحبوا؟ تحت الضغط هم انسحبوا لأنهم كانوا تحت المطرقة الخاصة بالمقاومة الفلسطينية والآن يطلبون من الفلسطينيين أن السلطة الفلسطينية تؤمنهم لا تخدعوا أنفسكم فلو لم ينسحبوا من هناك لما بدأت المسيرة الحالية ولا استمر الوضع السابق أسألكم يجب القيام بخطوات من أجل الإسكان في غزة هيا قوموا بهذه الخطوات بماذا ستقومون الآن؟ ما هي قوتكم وقدرتكم؟ هيا قوموا بشيء لا نستطيع القيام بأي شيء دون الحصول على دعم من جهة أخرى علينا أن نفعل ذلك كلنا معا وإلا لن يحصل شيء ولذلك علينا أن نقوم بشيء يكون واضحا بالعقل والمنطق علينا أن لا نلدغ من المكان الذي سبق وأن لدغنا منه علينا تحديد ذلك جيدا وعلينا تبني العقل والعلم والتجربة كمنطلق للتحرك بالنسبة لنا وإذا تركنا هذه جانبا وتحركنا بعاطفية فإننا نكون الخاسرين دولا هل تعتقد بصفتكم القارة الكبرى للعرب هل يوجد لدى العرب استراتيجية في التعامل مع قضاياهم الرئيسية مثل قضية العراق وفلسطين أتمنى أن يكون لديهم ونحن نبذل جهدنا من أجل ذلك فقد شرعنا في مسيرة الدول المجاورة للعراق وقلنا لهم تعالوا لنعمل بجد معا من أجل العراق ولزالت هذه الجهود متواصلة ولغاية الآن تم عقد ثمانية اجتماعات لوزراء خارجية دول الجوار العرب يتخوفون منكم ويتشككون في خطواتكم نحن نريد استخدام قوتنا من أجل إخواننا ورغم ذلك إذا استمرت شكوكهم فلا أستطيع قول شيء آخر ونحن دائما نسعى لكسب الأصدقاء وتطوير الصداقات والعمل مع إخواننا يدا بيد وكتفا بكتف ولا أفكر أبدا فيما هي أفكارهم تجاهنا لأنه لا مكان لذلك في معتقداتي ولا في معتقدات شعبي نحن ننتسب إلى نفس الحضارة كيف تقولون ذلك إن حصل سيكون خطأا فادحا عندها يكون الأمر تعصبا قوميا هم لا زالوا يروجون لا زال كثير من العروبيين يروجون للخلافة الإسلامية ويقولون الاحتلال التركي للعالم العربي ولا زالوا متخوفين من أن هذا الامتداد وهذه القوة لديكم هي من أجل إعادة الهيمنة الناعمة على العالم العربي مرة أخرى اتركوا مثل هذا النوع من القومية العرقية حزبنا لديه ثلاث أهداف ونتطبقها في بلدنا أولا نحن ضد القومية العرقية ولا نقبلها أصلا نحن خلقنا أقواما مختلفة ولكن لكي نتعارف ونتفاهم ولا نقبل أفضلية قوم على قوم آخر هذه خطوط حمرى بالنسبة لنا ثانيا نحن لا نقبل القومية الإقليمية أيضا وعلينا أن نتجاوزها كل منطقة لها جمالها الخاص والمفهوم الأجمل أن نعمل معا لتحسين وضع المناطق الفقيرة في بلادنا ونحن ننظر إلى الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا من هذه الزاوية ندعو لنهضة وتطوير كل البلدان الفقيرة ثالثا لا نقبل أيضا القومية الدينية أي التفرقة على أساس مذهبي وهذا منتشر الآن في العراق علينا القضاء على مثل هذه الظاهرة كل شخص يعيش مذهبه ويعتز به كما يشاء وفقا لقيمه وتشريعاته ولكن محاولة هيمنة مذهب على آخر تؤدي إلى التفرقة والانتصالية والمسلمون دفعوا ثمن ذلك كثيرا ولكي لا نواصل دفع الثمن علينا التخلي عن القومية التركية والقومية العربية وليفتخر أخي العربي بعروبته ويفتخر التركي بتركيته ولكن لا يكون ذلك مبررا لأفضلية طرف على الآخر لأن هناك مفهوما آخر يربطنا ببعضنا البعض وهي الحضارة التي ستكون الرابطة بيننا جارتكم سوريا تحت الضغوط الأمريكية الآن وهناك مؤشرات كثيرة إلى أن أمريكا تسعى لتغيير النظام في سوريا ما هو موقفكم مما تتعرض له سوريا من ضغوط لدينا الآن جهود حفيثة في هذا الموضوع ونتمنى بإذن الله أن نصل في أقرب وقت إلى نتيجة عادلة تقودنا إلى السلام في المنطقة تعرفونا أن البحرين شهدت اجتماعات من أجل هذا الغرض وستعقد اجتماعات أخرى لنفس الغرض لاحقا الجميع يبذل ما بوسعه من جهود لا نريد للمنطقة أن تعيش ما يعيش العراق ونسعى لمنع ذلك وإن شاء الله ننجح في مساعينا كيف تنظر إلى ما يحدث في العراق الآن مستقبل احتلال الأمريكي للعراق نحن نؤيد وحدة العراق ولا نريد أبدا تقسيم العراق ونرفض أيضا هيمنة أي طرف عرقي على الآخر ونرفض نفس الشيء أيضا بين المذاهب في العراق ونعتبر من الخطأ تغيير البنية الديمغرافية في مدينة كرهوك ونؤيد منح وضعية خاصة لها ومن ناحية أخرى نعتبر الدستور الجديد ناقصا ولكنه خطوة مهمة نحو الأمام نؤيد مشاركة السنة في العملية السياسية ونعتبر ابتعادهم عن المسار السياسي خطأ ونؤكد ضرورة مشاركتهم في الانتخابات التي ستقام في نهاية العام لأن البقاء خارج البرلمان لن يساعد السنة على المطالبة بحقوقهم المستقبلية في إطار مسيرة الديمقراطية هناك مؤشرات كثيرة تؤكد أن العراق في طريقه إلى التقسيم أو قسم بالفعل ما هو موقف تركيا من حال تقسيم العراق أو الطريق إلى تقسيمه لا نريد تصديق ذلك حاليا لأن مثل هذه الخطوة قد تقود إلى مستقبل حافل بالاضطرابات في العراق والحديث عن نظام الولايات يختلف عن التقسيم إن التركيبة الكونفدرالية أمر مختلف ولذلك يجب الانتظار حتى نهاية العام لرؤية ما سيحدث من تطورات وما ستتمخض عنه الانتخابات القادمة والتي ستحول الحكومة الانتقالية إلى حكومة دائمة كيف تنظر لمستقبل الاحتلال الأمريكي العراق؟ الظاهر حاليا أن أمريكا لا تفكر في البقاء هناك المهم هنا هو قدرة الحكومة العراقية سواء الحالية أو التي ستأتي لاحقا على الإمساك بزمام الأمور والعمل من أجل مستقبل العراق ونحن على اتصال دائم بالإدارة العراقية نلتقي ونتباحث معهم دائما والمهم لنا أن تتواصل المسيرة القادمة بمشاركة كل أطياف الشعب العراقي وأنا أؤمن أن القرار النهائي هو للشعب العراقي سؤال الأخير ما هي استراتيجياتك للتعامل مع العالم العربي في الفترة القادمة؟ نحن كتركيا نسعى حاليا لإيصال العلاقات بين تركيا والعالم العربي والإسلامي إلى المستوى الأمثل وخطواتنا ستتطور أكثر من خلال علاقاتنا في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي أنا أؤمن بذلك قد تكون حصلت بعض المشاكل ولكن نحن وطول فترة السنوات الثلاث الماضية بذلنا الجهد لتجاوز أي مشاكل وسنواصل جهودنا في المستقبل أيضا من أجل ذلك ركزنا على تطوير علاقاتنا الاقتصادية لأن العلاقات الاقتصادية أصبحت تلعب الدورة المحددة والثقلة في السياسة نرغب في توطيب علاقاتنا الثقافية أكثر نريد تطوير علاقاتنا السياحية لكي تتعرف شعوبنا وتتلاحم أكثر فيما بينها ومع هذه الجهود وتواصل الزيارات الرفيعة المستوى بين بلداننا أعتقد أنه سيتم متجاوز أية مشاكل أو عقبات مع علي رئيس الوزراء التركي أشكرك شكرا جزيلا أقدم لكم جزيل الشكر باسمي وباسم الشعب التركي شكرا لك كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم وأكرر شكري للذين سألوا عني طوال الفترة الماضية والذين لا زالوا يسألون وأطمئنهم أني والحمد لله بخير في الختام أنقل لكم تحياتي فريق البرنامج وهذا أحمد منصر يحييكم بلا حدود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة